سورة البقرة تشهد لصاحبها يوم القيامة مش كده بس قالوا ده سورة البقرة من قرأها في بيته فإنه يمنع دخول الشيطان إلى البيت يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يجيني واحد يقول لي أنا محسود أنا مسحور أنا عندي كذا أنا كذا أقول له اقرأ سورة البقرة ليه لإن سدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال اقرأوا البقرة أو تعلموا البقرة فإن قراءتها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة البطلة اللي هم من السحرة السحرة لا يستطيعون مقاومة سورة البقرة سورة البقرة قال العلماء عنها فيها ألف أمر وألف نهي وألف خبر وألف حكم فيها ألف أمر وألف نهي وألف خبر وألف حكم تحدثت السورة عن قصة سيدنا آدم وعن قصة سيدنا موسى وموضوع البقرة وبينت فضل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها آية أعظم آية في كتاب الله اللي هي آية إيه آية الكرسي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا أبي بن كعب أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم يا أبي سيدنا أبي ده شيخ القراء في المدينة المنورة فسيدنا النبي بقول له يا أبي وقال سيدنا النبي يحب أن يسمع منه القرآن بقول له يا أبي انت عارف أعظم آية في القرآن هي إيه فسيدنا أبي قال الله ورسوله أعلم فأم سيدنا النبي أعاد عليه السؤال للتنبيه قال له أتدري أي آية معك أعظم في كتاب الله ففقه سيدنا أبي إن هي آية الكرسي فقال آية الكرسي سيدنا أبي بيقول بقى إيه فضرب النبي على صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر أو ليهنك العلم أبا المنذر يعني هنيئا لك بما علمك الله يا أبا المنذر له سيدنا أبي بن كعب آية الكرسي لما سيدنا أبو هريرة رأى جني ورأى هذا الجني يحثو حثوات من طمر الصدقة اللي كان عندي سيدنا أبو هريرة في البيت فأمسك به فقال له الجني دعني ولن أعود فتركه وخلى سبيله فذهب إلى سيدنا رسول الله قال له يا سيدنا النبي حصل كذا وكذا فأمسدنا النبي قال له إيه كذا بكى وسيعود هيرجع مرة تانية فبعدين عاد إليه يحثو حثوات من الطمر فأمسك به فقال دعني ولن أعود فذكر ذلك للنبي فقال كذا بكى وسيعود فالمرة الثالثة أمسك به قال له لن أدعك فقال له الجني لا تنامن ليلة إلا بعد أن تقرأ آيات الكرسي يظل عليك من الله حافظ حتى تستيقظ فذهب لسيدنا النبي قل لسيدنا النبي فقال صدقك وسيعود يعني هو صدقك في الوصية بتاع آية الكرسي فآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله معنى أيضا من أسماء صورة البقرة أنها سنان القرآن لكل شيء سنان أو سنان بالسين يعني إيه سنان أو سنان عارفين الجمل أعلى شئف الجمل اسم سنان الجمل أو البعير أو الإبل كذلك صورة البقرة بالنسبة للقرآن هي أعلى شئف القرآن هي سنان القرآن